وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العابد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم وعن ربيعة بن كاب رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاري فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام فقال يوما يا ربيعة سلني فأعطيك فقلت أنظرني حتى أنظر وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينديني من النار ويدخلني الجنة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا قلت ما أمرني به أحد ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه فأحببت أن تدعو الله لي قال إني فاعل فعني على نفسك بكثرة السجود رواه الطبراني في الكبير من رواية بن إسحاق واللفظ له ورواه مسلم وأبو داود مختصرا ولفظ مسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك بإسكان الواو ونصب غير أي سل غير ذلك يعني غير مرافقته في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأأني على نفسك بكثرة السجود وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه ابن ماجة وقال الألباني حسن صحيح فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر السجود وهو في الصلاة ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد مرافقته صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد عملا يستقيم عليه ويعمله وهذا الحديث حديث أبي فاطمة رضي الله عنه رواه أحمد مختصرا ولفظه قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود وقد حسنه لغيره الألباني وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر رواه الطبراني في الأوسط وحسنه لغيره الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر فقالوا فلان فقال ركعتاني أحب إلى هذا من بقية دنياكم رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح وعن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له قال فقمت فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر قال ولكن الله يدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول من سجد لله سجد كتب الله له بها حسن وحط عنه بها خطيئ ورفع له بها درج فقلت من أنت فقال أبو در فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية فرأيته يطيل القيامة ويكثر الركوع والسجود فذكرت ذلك له فقال ما ألوت أي ما قصرت أن أحسن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة رواه أحمد والبزار بنحوه وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح كذا قال المنذري وقال الألباني صحيح لغيره اشتركوا في القناة